موسيقى شكراً السيد الرئيس السيدات المستشارات المحترمات السادة المستشار المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشرف بحضور هذه الجلسة العامة لمجلس المستشارين للمرأة الأولى برسم الولاية الشرعية الجديدة وأختنين هذه الفرصة لأحيي السيدات والسادة المستشارين الأفاضل وأتقدم بالشكر لجميع الفرق بمجلسكم الموقر على تفضلها بطرح سيدتها الآنية التي تتمحور كلها حول مستجدات القضية الوطنية السيدات والسادة المستشار المحترمون ونحن في غمار احتفالات الشاب المغربي بالذكرى كانت خطاب جلدة الملك محمد السادس نصره الله وبكل المقاييس خطابا شافيا ومؤسسا أبرز بوضوح معالم العقيدة الدبلوماسية المغربية بشأن قضية وحدتنا التورابية وعززها بأفق سياسي متكامل يشكل خطاب جلدة الملك أيضاه الله في ذكرى المسيرة الخضراء هذه السنة خارط الطريق واضحة المعالم لترصيخ مغربية الصحراء وتحسين المكتسبات مكتسبات بلادنا في المحافل الدولية ومؤشرا على انطلاق فصل جديد من التعبئة الوطنية الشاملة وراء جلالته في إطار رؤية بعيدة المدى ساغ جلالته معالمها وترون التوجه بكل حزم وثقة نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء قد شهد الجميع أن الفترة الأخيرة شهدت زخما غير مسبوقة بين التطورات وأكدها الخطاب الملك السامي بالتطورات الهادئة والهادفة ويمكن اختزال العقيدة الدبلوماسية كما وضعها جلالة الملك حول هذه القضية في الخطاب الملكي الأخير إلى ثانت عناصر أولا أن مغربية الصحراء حقيقة تابتة لا رجعة فيها تكرست على المستوى الدولي من خلال المكتسبات الحاسمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة دماء مما أعطال العمل الخارجي مصداقية يعززها إجماع كل مكونات الأمة وتلاحم كفة كل طواها الحية وراء جلالة الملك نصر الله وإيده المحور الثاني في هذه العقيدة هو أن المغرب بقدر ما لا يتفاوض على صحرائه فهو منخرط بشكل بناع في المسلسل الأممي بهدف إيجاد حل سياسي سلمي نهائي لهذا النزاع الإقريمي المفتعل في إطار السيادة المغربية والوحدة الترابية للمملكة والمحور الثاني وهو المسيرة التنموية الشاملة لأقاليمنا الجنوبية التي يحرص عليها جلالة الملك في إطار رؤيته الثانية التي تروم النهوض بأقاليمنا الصحرائية العزيزة وجعلها كما قال جلالة الملك قاطرة لتنزيل جهوية متقدمة بما تفتحه من آفاق تنموية ومشاركة سياسية حقيقية انتهقوا جلالة الملك فيما يتعلق بالمحور الأول وهو أن تثبيت مغربية الصحراء وأنها حقيقة ثابتة غير قابلة للتصرف ولا للتفاوض قد أكد جلالة الملك بكل عزم وحزم أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لان قشفها بحكم التاريخ والشرعية وإرادة أبنائها واعتراف دولي واسع ومتزايد إن هذا التأكيد الملكي الصريح رسالة قوية وواضحة للجلع من شأنها رفع قيل لبس أو تأويل مغلوط للموقف الوطني للمملكة المغربية ذلك أن تدبيق قضية الصحراء المغربية يتم في إطار سيادة المغرب الكاملة وإلغاء القابلة للمساومة على صحرائه وفي إطار مبادرة الحكم الذاتي كحد أو حد لحل هذا النزاع المفتعل ويتم للمغرب عاليا استمرار تكريس الشرعية التمثيلية لمنتخبي صحراء المغربية داخل المنتظر الدولي وهيئات الأمم المتحدة حيث ترسخت مشاركة المنتخبين الشرعيين للأقاليم الجنوبية بدحوة رسمية من الأمم المتحدة وللمرة التالية على التوالي في أشغال لجان وندوات الجمعية العامة كممثلين عن جزء لا يتجزأ من تراب المملكة وشعبها وسيواصل الممثلون المحليون للأقاليم الجنوبية المشاركة كما كان الأمر السابق في الموائل المستديرة التي كرسها مجلس الأمن كآلية واحدة للتوصل إلى الحل السياسي المنشود إذن النقطة الأولى والتي هي أساسية في العقيدة الدبلوماسية المغربية كما وضع جلالة الملك هي أن الصحراء المغربية وهذه حقيقة وسنستمر بتعليمات من جلالة الملك في العمل على أن يكون هناك تأييد دولي أوسع لمغربية الصحراء من خلال الكنسوليات من خلال اتفاقيات أو من خلال إعلانات رسمية لها الدول النقطة الثانية هي أن بقدر المغرب مقتنع بمغربية الصحراء وبحقوقه وبأنه لا يتفاوض عليها فإنه منخريط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدة التورابية هذا لشكل تفاوض المغرب على هذا الحل لهذا النزاع المفتعل وليس على الصحراء إن تمسك المغرب بالمصار السياسي الأممي مبني على إعلانه الصريح أن مغربية الصحراء لم تكن يوماً كما قال جلالة الملك ولن تكون أبداً مطروحة فوق طاولة المفاوضات وكما أكد ذلك جلالة الملك في خطابه السامي إنما التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل ومن هذا المنطلق يأتي الاتزام المملكة المغربية بالتعم الكامل للأمير العام أنتونيو جوتاريس ولمبعوتي الشخص الجديد ستيفان ديمستورا من أجل إيجاد حل نهائي لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الداتي ولا أول شيء غير ذلك وفي هذا السياق عزز مجلس الأمن في قراره الآخر قبل أيام قرار 26 سفر جوج عزز موقف المغرب من خلال أولا تجديد التأكيد على أولوية المبادرة المغربية للحكم الداتي وإقبار جميع المقاربات والأطوحات المتجاوزة التي تحاول بعض الأطراف إعادة إحيائها ثانيا التنويه بالزخم المنبتق عن المائدتين المستديرتين الأولى والثانية في جنف والتأكيد الصريح أن صيغة الموائد المستديرة بمشاركة كل أطراف الحقيقية لهذا النزاع رغم أن هذه الصيغة تمت محاربتها أثناء مناقشة مجلس الأمن بشراسة بقبل بعض الأطراف الحقيقية فإن مجلس الأمن أكد أن الموائد المستديرة تبقى الآلية الوحيدة للسير قدما في المسلسل السياسي ثالثا شدد مجلس الأمن على مشاركة الأطراف المعنية الحقيقية بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بالإشارة إليها بالإسم أكثر من ستطل المرات رغم كل مناوراتها وضغوطاتها على أعضاء مجلس الأمن لتغييب دورها والتنصل من مسؤوليتها رابعا أكد المجلس على محددات ومرجعيات المستثل الأممي الرمي إلى إيجاد حل سياسي واقعي عملي مستدام ومتوافق بشأنه وهو ما يعني بأن كل حل غير واقعي كل حل غير قابل تسبق كل حل غير عملي فهو غير مطروح نهائيا تحلل لهذا النزاع المفتعل خامسا أخذ مجلس الأمن على الأطراف الأخرى وخاصة من ميليشيات البوليزاريو انتهاكها وقف إطلاق النار القائم منذ 1991 وطالبها بالكف عن الأعمال المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وأخيرا شدد مجلس الأمن على ضرورة إحساء ساكنة مخيمات تندوف في إشارة واضحة إلى مسؤولية البلد المضيف علما بأن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كان قد نبه إلى الوضع الإنساني والحقوقي المتردي التي تعيشه ساكنة المخيمات والاختلاسات الممنهجة للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى المحتجزين إذا المغرب غير خامس سمر في الاشتغال بشكل دماء مع الأمين العام ومن بيعود الشخصي في إطار مرجعيات مجلس الأمن وفي إطار المحددات والخطوط الحمراء اللي عند المملكة المغربية سواء فيما يخص أطراف النزاع سواء فيما يخص المصار للوصول إلى الحل أو فيما يخص محددات هذا الحل المحور التاريط في العقيدة لحددها جلالة الملك في الخطاب الأخير مرتبط بأن التنمية وتطوير الأقاليم الجنوبية للمملكة هو كذلك مفتاح لحل هذه القضية لقد نوه الخطاب الملك السامي إلى التطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحاء وأنها كما قال جلالة الملك تعزز أيضا مصار التنمية المتواصلة التي تشهدها أقاليمنا الجنوبية فقد استطاع المغرب بإغتياطة الرشيدة لصاحب الجلالة إطلاق دينامية تنموية فاعلة تمكن من تعبئة استثمارات هنما من شأنها النهوض بالرأس المال البشري وتسمين منتجات لأقاليم الجنوبية ومواردها الطبيعية ودعم البنيات التحتية والاستثمار في النسيج الاقتصادي وكما شدت جلالة الملك فللمغرب والحمد لله شركاء ذوليون صادقون يستطيعون إلى جانب التطاع الخاص الوطني في إطار من الوضوح والشفافية بما يعود بالخير على ساكنة المطقة وكان جلالة الملك واضح بأن المغرب لن يقع أي اتفاق ولن ينخرط في أي مفاوضات اقتصادية أو تجارية لا تشمل كل ترابه الوطني من طنجة إلى القويرة وبالموازنة مع ذلك تواصل المملكة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة كخيار استراتيجي مبنية على الرؤية السامية لجلالة الملك والتي تتري المصار التنموي للأقاليم الجنوبية شأنها في ذلك شأن باقي جهات المملكة وفي هذا الإطار ستستمر سياسات الحكومية على نهج تعزيز البنيات التحتية وتجويد المقاومات الاقتصادية والاجتماعية وتتمين جاذبيتها لاستثمارات الأجنوية لتصبح الأقاليم الجنوبية كما قال جلالة الملك باب المغرب وبوابة المغرب إلى القارة الإفريقية وتصبح منصة اقتصادية مهمة للتنمية في المنطقة السيد الرئيس السيدات والسادة المستشار والمحترم إن التطورات التي تعرفها القضية الوطنية تستدعي أكثر من أي وقت مضى مواصلة تجند جميع القوى الحية وتعبئتها التامة وراء صاحب الجلالة لإدفاع من الوحدة الترابية والتصدي للمناورات اليائزة لخصوم الوحدة الترابية وأختنم هذا المناسبة لأشير بالدور الهام الذي تلعبه الديبلوماسيا البرلمانية في الدفاع عن القضية الوطنية والجهود التي يبدلها ممثل الأمة في الترافع عنها في إطار دبلوماسيا البرلمانية والموازية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر